السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دي دوستمدي هل نار جعل الله نقدم لكم الحلقة خاصة بمراحل نمو الأرنب حسب الشهور بالتفصيل الممين إذن في الشهر الأول يولد الأرنب عاري بدون شعر بعينين منغلقتين ويعتمد بشكل كبير على أمه في الثلاث أسابيع الأولى من حياته أما في اليوم السابع تقريبا يبدأ الفراء في النمو وفي اليوم العاشر تبدأ العينين بالانفتاح أما في اليوم 12 بالضبط تبدأ الأذنان بالظهور وفي عمر 3 إلى 5 أسابيع تتمكن الأرنب من قدم الأغذية يعني تقدر أنها تهرس الأغذية الصلبة ويكون الأرنب مستعد لترك العش الأم دياله أيضا إذن هذه المرحلة هي قبل الفيطان دابا ننظروا على الشهر الثاني وهي من 6 إلى 8 أسابيع في هذه المرحلة يتمكن الأرنب من الاستقلال التام عن الأم أما في الشهر الثالث في هذا الشهر يعني كيبلغ الأرنب يعني سن البلوك يولي بالغ وفي هذه المرحلة ضروري ضروري ومؤكد أننا نفصله بين الظكور وبين إينات أيضا يعني خاصة لمرحلة العزل فهذه المرحلة كيكونون في عمر عشرة ديال الأسابيع دابا نتحدثوا على مرحلة أخرى وهي في الشهر الرابع إلى السادس فهذه المرحلة هي عبارة عن تغيير في السلوك في السلوك ديال الأرنب بحيث أن الأرنب كيصبح ناضج جنسيا وبالتالي ممكن المربي الأرنب في هذه المرحلة باش أنه يراقب الأرنب دياله فمنها اللي غادي يكسبها وغالبا كتكون الإينات أن الأغلبية ديال المربي ما كيف رطوش في الإينات يعني كيكونوا أغلبية كيبيعوا الدكور وهدوك الإينات أو الدكور اللي بغي يخلي منها شي حاجة يخلي اللي كتكون حيوية وكتكون ناشيطة وكتكون بينها أنها فحل كيكلك يعني في الفحولة كيكون ذكر يعني بين عريض في الكادر دياله كيكون مزيان في طولة دياله كيكون مزيان هذا ممكن أنك أن المربي يخليه بالنسبة للإينات فممكن أننا نخلي وعوتني تهية السلالات يعني مثلا البابيون أو الشانشيلة هدو ما نفرطوش فيهم يعني هدو كتكون أم حانون كتكون عندها سبحان الله كتكون مزيانة عند الله أما قضية ديال النشاط أو تاني كتكون كين الأمهات اللي كيكونوا خامولين كتكون ما كتتحلكش بززاف هدوك من الأحسن تهية تمشي للبيع أما اللي كتكون ناشيطة وحيوية هدوك نخليها أما بالنسبة للسلالات المهجنة يعني تهية اللي كتكون ما معروفهش من الأحسن تهية ما تربيوهاش عندكم ربيو غيء اللي كتكون الأصيلة الأصلية 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 هي الدوريجين اللي كتكون إما شانشيلة إما بابيون ماشي كتكون شي وحدة نكتبال لك مثلا فيها نص نص يعني مهجنة احنا كنقول مهجنة أو كاكين الكروازي عو تاو ما نحاولش أننا نربيوه ربيو غيء الأصلية يعني دي كتكون إما سلالة وحدة يعني إما كتكون يوزيراندي كتكون كاليفورني كتكون بابيون بابيون فرنسي شانشيلة هدو ممكن أنكم تخليهم للتربية ويني باش تكسبوهم وإن شاء الله يعطيكم واحد المردود واحد الإنتاج ممكن أنكم تكملوا المسيرة ديالكم إذا الحلقة ديال نراها سهلات كنظن أنني يعني شرحت جميع المراحل ديال النمو ديال أي أرنب الناس اللي ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة غاديا بالدعم ديالكم كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم تكيووا على زر جام ما تنسوا نسب زر جام وتكيووا على زر الجرس كي يصلكم جديد يلي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المخبية موسيقى موسيقى